افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي وهي من أحدث المحطات في العالم في هذا التخصص تفاصيل أو تفاصيل أكثر مع الزميل عوض الغنام نعم خلص التحية نوها دعاء بالفعل غادر منذ قليل الوزير دكتور خالد عبدالغفار هذا المرصد المهم للغاية هنا في أعلى ارتفاعات منطقة القطامية ونحن على مسافة بضعة مترات من العاصمة الإدارية الجديدة الافتتاح الرسمي تم لهذا المرصد المهم للغاية الذي يتابع لحظة بلحظة كل المتغيرات في الفضاء العالمي وتحديدا الخاص بالأقمار الصناعية هناك عدة مراصد ولكن المرصد هذا مهمته بالدرجة الأولى هو متابعة كل ما يحدث في الفضاء الكوني حتى مهما كانت الأجسام حسب عدد العلامة هنا مهما كانت دقيقة يتم متابعتها لحظة بلحظة وإرسال هذه البيانات العلمية إلى الجهات المعنية بذلك من خلال مراكز علمية متعددة تطلب هذه البيانات وهناك تعاون أيضا مع منصات دولية في مجال الفضاء أيضا الأقمار الصناعية المصرية لدينا القمر الصناعي المصري نايلسات يتمه متابعته لحظة بلحظة وعربسات وأقمار صناعية أخرى في طريقها للانطلاق ستكون بالدرجة الأولى هي تعمل في مجال التنمية ومجال التعدين ومراكبة كل المشاريع القومية وما غيرها ولكن الملاحظة الأهم أن هذا المكان الذي نحن متواجد فيه سيتم نقله ليس نقله كليا ولكن سيكون هناك مكان جديد يتم الآن البحث عن الأفضلية إما في أعلى جبال جنوب سيناء أو أعلى جبال سلسلة البحر الأعمر قريبة من الغردقة لماذا؟ لأن هذه المراصد لا تعمل بكفاءة عالية مع وجود الضوضاء ونحن على بعض أمطار من العاصمة الإدارية قابقا وسينا وأدنى من الانتهاء من هذا المشروع القومي سيؤثر سلبا على عمل هذا المرصد فبالتالي سيكون هناك مشروع قومي ضخم سترصد له ميزانية ضخمة حسب توصيف وزير التعليم العالي في لقاء خاص به منذ قليل سيتم نقل هذا المكان إلى مكان آخر لكن سيبقى هذا المرصد يعمل بكفاءة عالية لتقديم هذه الخدمة العلمية التي من أجلها أنجز أو تم تشين هذا المشروع الضخم اليوم نعم شكرا لك عوض الغنام على كل هذه المعلومات حول محطة رصد الأقمار الصناعية الجديدة